في سنة تلاتة وخمسين كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعدت وطلب مطالب طلب ايه اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح كل واحدة تمشي وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقوله رجعنا الايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس مامشيش بالنهار ويمشوا بالليل و انا في رأي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام فقال لي لأ انت باعتبارك الحاكم مسؤول قلت له يا استاذ تليك بنت في كلية طب مش لابسة طرحة ولا حاجة ملبستاش طرحة ليه اذا كنت انت اذا كنت انت مش قادر تلبس اذا كنت انت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة عايزنا ننزل لألبس عشرة مليون طرح في البلد نفسنا اشتركوا في القناة